المستقيم المعلوم ده هيبقى عندي وهيطلبه منك لما ايتي ايجي ادي لك المسألة هيقول لك ارسم مستقيم الف با. يبقى ده من ضمن اسئلة اللي هي اللي هتيجي في الامتحان يطلبها منك يقول لك ارسم المستقيم الف با. ومن نقطة جيم. نقطة جيم تنتمي للمستقيم. ارسم عمود عليه. يبقى هو المطلوب عندك ان انت ترسم عمود من النقطة جيم اللي بتنتمي للمستقيم يا رب. الخطوات بدايتنا ازاي? اول حاجة بركز في سن البرجل وبفتحة مناسبة. المناسبة دي يعني ما تتعداش للمستقيم نفسه. فقلمة فتحة مناسبة يعني لا تتعدى طول المستقيم اللي انت لسمه. فعمل كوس ناحية اليمين. على يمين النقطة. وقوس على شمال النقطة. دي بالفتحة المناسبة اللي احنا عملناها. بعد كده. احدد النقطتين اللي اعطعوا بيهم القوسين. القوس الاولاني اعطى على المستقيم في نقطة دال. القوس التاني اعطى على المستقيم في نقطة ها. وبفتحة اكبر من نص المسافة دي. لنص القطعة المستقيمة دال ها. بفتح. فتحة اكبر من نصها. طب هي كام? اصلا تسعة. يعني انا اعدل اربعة ونص. نصها اربعة ونص. يبقى فتحة اكبر من النص. يعني عملتها خمسة مش مشكلة ستة مش مشكلة. فتحة اكبر من نص القطعة المستقيمة. تمام? وبعد كده. بركز فيها. واعمل قوس. قوس كبير شوية. عشان القوس التاني انا ما عرفش هيروح فين. وبركز فيها. وبنفس الفتحة اللي هي اكبر من نص القطعة المستقيمة. واعمل قوس. قوس ده صغير لاني خلاص قطع القوس التاني. والنقطة اللي قطعوا بعضي فيها قوسين دول. بسميها مثلا واو. وبرسم عمود. اوصل نقطة التقاطع القوسين دول بنقطة جيم. ويبقى ده العمود على المستقيم. معلوم. برضو عايز اتاكد. اجيب المنقلة. وبتاكد ان العمود بتاعي ده اا تسين درجة. فعلا انا او. تسين درجة. ومركز المنقلة على لقطة جيم. السفرين على الخط. المنقلة مزبوطة. فده تسين درجة. وبكده يبقى العمود على مستقيم معلوم. اه تم. انشاء عمود على مستقيم معلوم. مارا بنقطة لا تنتمي للمستقيم. بقول الحاجة هيبقى عندك المستقيم. هيطلب منك يقول لك ارسل مستقيم معلوم. هرسم المستقيم الاول. ده المستقيم المعلوم. اسميه الف ب. ودي نقطة جيم. اللي هو مطلوب ان انا اعمل مستقيم يمر بالنقطة دي. طبعا عشان انا اعمل مستقيم عمودي. مستقيم عمودي على المستقيم ده. بيمر من نقطة جيم يعدي كده يعمل زاوية قائمة كده عمودي. لازم اعمل خطوات اللي انا حاولها لكو دلوقتي. اول حاجة. بركز في نقطة جيم. وبفتحة مناسبة. فتحة مناسبة. يعني معنا كلمة مناسبة يعني تعدي على المستقيمين تقطعه في نقطتين. فانا هجرب كده قبل ما ارسم. لا دي بنتطعوش في نقطتين. يبقى هقفل كده شوية. هقفل كده سينة. عرفتو مناسبة يعني ايه? يعني تقطع المستقيم في نقطتين. يبقى هرسم كده قوس. قطع المستقيم في نقطتين. وتقع عليها شوية عشان تظهر. تبقى زهرة. رسمت القوس. دي كده الفتحة المناسبة. عشان بتقطع المستقيم. واحدد النقطتين اللي قطعوا. القوس قطع في المستقيم. واسميهم دي هاه ودي دال. بعد كده. نركز في نقطة الدال او نقطة هاه في نقطتين. نركز في نقطة. وبفتحة اكبر من نص القطع المستقيمة. يعني دي تلاتة يبقى اكبر من تلاتة ونص. دي سبعة طولة سبعة. يبقى اكبر من تلاتة ونص. يعني دي كده تمام. وارسم قوس في الاتجاه الاخر. يعني ايه الاتجاه الاخر. يعني دي في الاتجاه. يبقى دي في الاتجاه الاخر. القوس يبقى في الاتجاه التاني من جيم. يبقى جيم هي فوق. يبقى تحت القوس. طيب. واركز في نقطة دال واعمل نفس القوس بنفس الفتحة. اعمل قوس تاني بنفس الفتحة. وبعد كده النقطة اللي قطعوا بعض فيها. بوصلها بنقطة جيم. كده يبقى جيم واو. ده كده عمودي على المستقيمة لبها. جيم واو عمودي على المستقيمة لبها. عايز اتأكد. طوام جايب المنقلة. اتأكد ازاي? اجيب ملقلة. واتأكد ان جيم واو ده عمودي على مستقيمة لبها. فعلا هو تسعين درجة اهو. والمنقلة مزبوطة على الخط المستقيم. ابقى كده تمام. ده عمودي. السؤال بقى يجيلي ازاي في الامتحان? يقول لي. ارسم. المستقيم. طوما انت رسم مستقيم عادي زي اللي رسامتوا ده كده. بدون طول طبعا. ثم. باستخدام. الادوات الهندسية. نعمل ايه? استخدام الادوات الهندسية. ارسم عمود. علي. من نقطة جيم. لا تنتمي للمستقيمة ربها. يبقى ده هيبقى السؤال او ما يجيلك ارسم المستقيمة ربها. ثم باستخدام الادوات الهندسية. ارسم عمود عليه من نقطة جيم اللي ما تنتميش لقلبها. يبقى ايه يقصد دي. جيم لا تنتمي للمستقيمة ربها. تعمل نفس الخطوات اللي انت شفتها دلوقتي. تنصيف قطعة مستقيمة معلومة. او بيجيلك بطريقة تانية ولك انشاء محور تماثل القطعة المستقيمة. مثال. مثال اللي اجيلي في الانتحان يقول لي. ارسم قطعة مستقيمة ربها طولها. هنا حدد لي طول ستة سنتي. بالرسمة اللي فاتت محدد ليش اطوال لان ده كان مستقيم. وبنعمل عمود عليه. اه فكانش مهم الطول. انما هنا مهم طول القطعة المستقيمة هي اتقال في المسألة. فالمسألة بتقول لك ارسم الف به قطعة مستقيمة ربها طولها ستة سنتي. ثم ارسم محور تماثل لها. طبعا كلمة محور تماثل لها يعني قطعة مستقيمة تنصف القطعة المستقيمة دي وتبقى عمودي عليها. تعال نشوف هنرسم ازاي. اول حاجة هرسم القطعة المستقيمة. قطعة المستقيمة الف به طولها ستة سنتي. ارسمنا الف به ستة سنتي. واكتب البيانات بتاعتها. ارب به تتة سنتي. نجيب البرجل. ونركز في نقطة به. وبفتحة اكبر من نصف طول القطعة المستقيمة يا لبها. يعني فتحة اكبر من تلاتة سنتي. طبعا انا عملت خمسة سنتي براحتي او ستة اه لا مش ستة طبعا. خمسة او اربعة عادي. ادي الفتحة الاكبر من النص. واعمل قوس في جهتين مختلفين. يعني جهتين مختلفين. يعني قوس في النحية دي. وقوس في النحية التالية. دي اسمها جهتين مختلفتين من الكطعة مستقيمة. ادي قالب به. الجهة فوق وجهة تحت. بعمل قوس كده من فوق. وبنفس الفتحة اروح الاتجاه التاني واعمل قوس. ده كده معنى كلمة قوس في اتجاهين مختلفين. وبنفس الفتحة اركز في نقطة الف. وارسم قوس في اتجاه مختلف. قوس كمان في الاتجاه التاني. كده القوسين قطعوا بعض. في اتجاهين مختلفين. بالمسترة. واوصل النقطتين في الاول احددهم. احدد نقطة التقاطع عند القوسين. دي نقطة الدال. ونقطة تقاطع في الاتجاه التاني هاه. واوصل دال بهاه. توصيل ده كده يبقى عملنا في حوار التماثل. ده اسمه دال هاهده. دال هاه. كطع المستقيمة. عمودي على الكطع المستقيمة للبه. ودال هاه يسمى محور تماثل. يسمى محور تماثل. لانه عمودي على للبه وينصفها. تبتعين شوف ينصفها ولا لأ. هي طولها ستة سنتي. فعلا نصفها. اني تلاتة سنتي بالزبط ايه. وعمودي. اه عمودي. شوف هو عمودي ولا لأ. اه. سين درجة فعلا اه. يبقى فعلا ده عمودي وينصف. وبكده يبقى اترسم محور التماثل الخاص بقلب بها. انشاء زاوية مطابقة للزاوية معلومة. هيبقى عندي طبعا هيقولك في المثال ارسم زاوية خمسين درجة. قلب بها تساوي خمسين درجة. ثم ارسم زاوية جيم مطابقة لها بدون استخدام المنقلة. هرسم الاول الزاوية المعلومة اللي عندي. هرسم شعع. الف ب. الف ب. اعيس بالمنقلة خمسين درجة. بيركز بالمنقلة. و. اعيس خمسين درجة. هادي نقطة الخمسين. و اوصل. بشعع بيجيم. وبكده يبقى الزاوية خمسين درجة. دي الزاوية المعلومة اللي عندي. والمفروض ان ارسم زاوية مطابقة لها. بالخطوات اللي انا هشرحها دلوقتي. اول حاجة. بزاوية جيم. هنخليها مثلا زاوية. سين صادعين. بلاش جيم. سين صادعين. هبدأ. ارسم. شعع سين صاد. بجهز الدرجة بتاع الزاوية الجديدة. اللي هتطابق الزاوية المعلومة دي. بسميها سين صادعين. وبركز زاوية المعلومة اللي عندي. بركز في نقطة بيه. وبفتحة مناسبة. برسم قوس. يقطع الضلع البيه. والضلع بهجيم. ده اول قطوة. وبنفس. نقطة قطع القوس مع الضلع البيه. مثلا فدال. واللي يكون النقطة الثانية هي. وبنفس الفتحة. نفس الفتحة بتاعت القوس ده اللي عملناه في الزاوية المعلومة. هقف عندي نقطة صاد رأس الزاوية الجديدة. واعمل نفس القوس. اهو. عملنا قوس تاني. بنفس الفتحة اللي عملناها المرة اللي فانت في الزاوية دي. تمام? واروح. رايح عندي دال. وافتح فتحة ادي دال هي. ها شايف? انا كده فتحت فتحة ايه? ادي دال هي. واخد الفتحة دي. واركز في نقطة. مثلا واو. اركز في نقطة واو. واعمل قوس. يقتع القوس الاول. نقطة دي. نسميها. اه اه اين. ووصل صاد عين. اعتباه هي دي الزاوية. المطابقة للزاوية الف بيهجين. وحن نسهل ونشوف. مفروض ان دي خمسين درجة زيها. تعال نشوف خمسين درجة نجيب المنقلة. ونيسها. فعلا خمسين درجة ايه? عشرة عشرين تلاتين اربين خمسين. فعلا خمسين درجة. يعني الزاوية دي بطابقة للزاوية دي. بالخطوات اللي احنا شوفناها. نقولها تاني. رسمت الزاوية المعلومة خمسين درجة بالمنقلة عادي. وفتحت البرجل. فتحة مناسبة. يعني مناسبة انا تقطع الخط الاولاني والخط التاني. الضلع هلب بيه والضلع بيهجين. ورسمت قوس. ونفس القوس رسمته عند الضلع الصاد صين. وجيت. فتحت فتح. عندي دال ه. قدي دال ه بالزبط. وقفت عند نقطة و ه وعملت قوس. اعطى قوس الاولاني. وصلت نقطة التقاطع بصاد. بقت الزاوية صين صاد عين. خمسين. درجة. زاوية مطابقة. مراجعة آآ منهج قرعدادي. اوجد ناتج. تلاتة صين في اربعة صين تربيع. ايه ساوي? عندي اضرب الرقم في الرقم تلاتة في اربعة باتناشر. صين في صين وسطنين. في الضرب بجمع القصص. يبسين قص تلاتة. اتنين وواحد تلاتة. ده السؤال الاول. السؤال التاني. اتنين سين تربيع صاد في نقط بيساوي اتناشر سين وسط خمسة صاد. عندي اتنين في كام بيساوي اتناشر. يبقى اضرب اتنين في ستة. يبقى ان عرفت هنا ان في ستة. طب سين تربيع في كام بسين وسط خمسة. يبقى سين تربيع فضلها كام يفضلها تلاتة. يبقى سين وسط تلاتة. صاد في كام بصاد. مفيش حاجة. بصاد قص واحد طلعت صاد قص واحد. يبقى الحل ستة سين قص تلاتة. سؤال التالت. ستة سين قص تلاتة على تلاتة سين تربيع بيساوي. لما بجأسم بأسم العدد على العدد ستة على تلاتة في اتنين سين قص تلاتة على سين قص اتنين بيساوي سين لان انا بطرح القصص. سؤال الرابع. درجة المقدار الجابري. تلاتة سين تربيع صاد تربيع زائد خمسة سين تربيع صاد هو نقط. طب انا عندي ده مقدار الجابري مقاوم من حدين. درجة المقدار هو اعلى درجة. يبقى درجة المقدار الجابري هي اعلى درجة للحد الجابري. طب درجة الحد الجابري ده الرابعة اتنين واتنين قص اتنين قص اتنين يبقى قص اربعة. طب وده قص تلاتة. يبقى اعلى درجة اللي هي الربعة. يبقى المقدار الجابري هي الربعة. فالخابس. العدد النسبي الذي يقع في منتصف المسافة بين واحد على تلاتة وخمسة على تسعة. هو نقط. طبعا عدد النسبي الذي يقع في منتصف المسافة بوحد المقامات الاول. بنا عندي مسلا ده كده سبعة وعشرين. ده سبعة وعشرين. عدد تلاتة في تسعة في واحد بتسعة. سبعة وعشرين عن تسعة في تلاتة في خمسة بخمستاشر. عارفيني القانون اللي هو العدد الصغير زائد ايه? نصف المسافة بين العدد. يبقى بيساوي تسعة على سبعة وعشرين ده اصغر واحد. زائد نصف المسافة ما بين العددين. العددين هم خمستاشر على سبعة وعشرين. ناقص تسعة على سبعة وعشرين. ولسه اكدنا عليها. لكده واحنا بنشرح الدرس. قلنا العدد النسبي. يساوي العدد اصغر زائد نصف المسافة. المسافة بين العددين يعني اطرح كبير نصف صغير. طبعا يساوي تسعة على سبعة وعشرين زائد نصف فيه. خمستاشر نصف تسعة ستة على سبعة وعشرين. ممكن نعملها بالآلة جدا تسعة على سبعة وعشرين. في آآ زائد نصف. في ستة على سبعة وعشرين. بيساوي اربعة على تسعة. سوى اربعة على تسعة. فالعدد هو اربعة على تسعة. يبقى انت عادي? يبقى ايه? سؤال بعده? سؤال السادس. اجمع المقدارين. ستة سين تربيع. زائد سات تربيع. ناقص خمسة سين سات. ده المقدار الاول. وسين تربيع ناقص سات تربيع. هجمع المقدارين دول. المقدار ده مع المقدار ده. اجمع المقدارين. هنجمع. نحط المقدار الاول ستة سين تربيع زائد سات تربيع. ناقص خمسة سين سات. وناخد المقدار التاني سين تربيع. بحطها تحت السين تربيع. ناقص سات تربيع. تحت سات تربيع. واخد خط. واجمع. ستة زائد واحد يبقى سبعة سين تربيع زائد سات تربيع مع ناقص سات تربيع راح ناقص خمسة سين سات مفيش تحتها حاجة بتنزل يبقى جامع المجدرين منتهى السهولة سلاسة اعداد نسبية تقع بين اتنين على تلاتة وتلاتة على اربعة عشان اجيب العداد النسبية اللي بتقع ما بين العددين دول اول حاجة بوحد المقامات طبعا انا عندي هنا المقام تلاتة والمقام اربعة بوحد المقامات على اتناشر اتناشر على التلاتة فيها الاربعة اربعة في اتنين بتمانية اتناشر على الاربعة في اتلاتة تلاتة في تلاتة بتسعة يبقى تمانية على التنشر وتسعة على اتناشر يبقى احنا كده وحدنا المقامات اه ليه وحدنا المقامات عشان نجيب تلات اعداد تقع بين العددين نسبية دول اهو التمانية على اتناشر وتسعة على اتناشر مفيش ما بينهم ارقام هو فيه ارقام ما بين التمانية والتسعة طبعا مفيش طب اعمل ايه اضاع في الرقم ده يعني الاتناشر اضاعها في اتنين تبع اربعة واشرين والتمانية تبقى في اتنين بستاشر برضو العدد التاني اتناشر في اتنين باربعة واشرين وتسعة في اتنين بتمانتاشر يبقى كده ستاشر على اربعة واشرين وتمنتاشر على اربعة واشرين ايه ليه ما بين الستاشر والتمنتاشر العدد سبعتاشر على اربعة واشرين يبقى جنا جبنا كم عدد واحد بس هو عايز كم تلاتة هتطر ضعف تاني يبقى الاربعة وعشرين بقت كم تمانية واربعين ضربناها في اتنين والستاشر في اتنين باتنين وتلاتين هنا الاربعة وعشرين برضو بقت تمانية واربعين عارفين بقت تمانية واربعين ازاي بقى اضرب في اتنين طبعا يبقى هنا ضربت في اتنين وهنا اضرب في اتنين تمنتاشر في اتنين بستة وتلاتين يبقى 32 على 48 وال36 على 48 إيه اللي ما بينهم 33 على 48 وال34 على 48 وال35 على 48 الثلاث أرقام دول أو الثلاث أعداد نسبية دول هم اللي موجودين في النص ما بين الثلاثة وال36 الثاني عشرها بمختصر أوجد ثلاثة أعداد نسبية تقع بين الاتنين على الثلاثة والثلاثة على الاربعة أنا عايز عدد نسبي ما بين ده ما بين العاديين دول طبعا أنا عايز ثلاث أعداد وحط المقامات على الاثناشر وعلى الاثناشر اتناشر على الثلاثة في الاربعة في اتنين بتمانية واثناشر على الاربعة في الثلاثة في تلاثة بتسعة بقى الثلاثة على الاثناشر وتسعة على الاثناشر ما فيش حاجة ما بينهم عملت ايه ضعفت المقام ضعفت العدد النسبي نفسه نشر في اتنين باربعة وعشرين تمانية في اتنين بستاشر وضعفت ده اتنشر في اتنين باربعة وعشرين فسعة في اتنين بطمانتاشر ما بين الستاشر والطمانتاشر لقيت فيه عدد واحد بس طب انا عايز تلاتة رحتم ضعف العدد النسبي تاني تلاتة وفتنين اربعة وعشرين في اتنين بتمانية واربعين ستاشر في اتنين باتنين وتلاتين. ده كده الضعف. يبقى احنا كده ضعفنا مرتين. ده اربعة وعشرين في اتنين بتمانية واربعين. طب انتشار في اتنين بستة وتلاتين. يبقى ده كده العدد النسب الجديد. وده العدد التاني. مرنا الاتنين وتلاتين والستة وتلاتين. تلاتة وتلاتين واربعة وتلاتين وخمسة وتلاتين. هم دول التلاتة عدد النسبية. طب احنا اجبنا اربعة. تمام? اختار الاجابة الصحيحة. المرة واحد خمستاشر سين اصداربعة زائد خمسة سين اصدلاتة على خمسة سين اصدلاتة. بيساوي نقم. من الارف? تلاتة سين تربيع زائد سين. نمر بيه? تلاتة سين تربيع زائد واحد. رجيم تلاتة سين زائد واحد. نمر دال اربعة سين اصداربعة. طبعا المسألة دي اسمة مقدار جبري على حد جبري. بنت اتعامل ازاي? زي ما تعودنا? بنعمل العلامة دي. خمستاشر سين اصداربعة زائد خمسة سين اصدلاتة. على خمسة سين اصدلاتة. هنبدأ نقسم الاول على العدد ده. خمستاشر على الخمسة فيها التلاتة. سين اصداربعة على سين اصدلاتة فيها السين. هسامت الحد الاول على حد الاول. اللي هو المقسوم عليه. بعد ما هسامت بضرب. تلاتة في خمسة خمستاشر. سين واحد في سين اصدلاتة في سين اصداربعة. ايه بقى هسامنا? اول حاجة هسامنا الحد الاول على المقسوم عليه. خمستاشر خمسة فيها التلاتة. سين اصداربعة على سين اصداربعة فيها السين. بعد ما هسامنا ضربنا. تلاتة في خمسة في خمستاشر. سين في سين اصدلاتة سين قصة اربعة. بعد كده اطرح. اغير اشارة الرقم اللي تحت. يبقى خمستاشر راح اتبقى الخمستاشر. البقى كام? خمسة سين قص ثلاثة. خمسة سين عص تلاثة على خمسة سين عص تلاثة فيها الواحد. واحد في خمسة سين قص تلاثة بخمسة سين قص تلاثة. اغير الاشارة واطرح. يبقى انتهت المسألة يبقى الناتج ثلاثة سين زائد واحد اللي هو ده اختيار رقم جيم ده الإجابة الصحيحة يبقى ثلاثة سين زائد واحد السؤال رقم اتنين سين ونص ثلاثة زائد سين تربيع على سين بيساوي نقط حيث سين لا تساوي صفر ترى مين في الاختيارات دي طبعا عشان انا اختار لازم اسمها فعنقسم زائد المسألة اللي فاتت سين قص ثلاثة زائد سين تربيع على سين بنقسم المقدار للحد الاول على الحد الاول ده على ده سين قص ثلاثة على سين نطرح ثلاثة نص واحد يبقى سين قص اتنين وبضرب سين تربيع في سين بسين قص ثلاثة اغير الاشارة واطرح دي راحت مع دي يبقى سين قص اتنين سين قص اتنين على سين فيها سين سين في سين بسين تربيع اغير الاشارة واطرح سفر سفر يبقى الناتك سين تربيع زي السين اللي هو الاختيار ده السؤال اغم تلاتة سبعة وعشرين الف والثلاثة ناقص تسعة الف اعلى سلب تلاتة الف يساوي نقط حيث هو الف لا تساوي سفر طبعا اختيار حد من دول لازم قبل ما اخترح للمسألة عندي المسألة بتقول سبعة وعشرين الف قص ثلاثة ناقص تسعة الف اعمل علامة الاسم زي ما تعودنا سالب تلاتة الف وابدأ اقسم سبعة وعشرين الف قص ثلاثة على سالب تلاتة الف سبعة وعشرين على سالب تلاتة فيها سالب تسعة لان سبعة وعشرين على تلاتة فيها تسعة موجب على سالب فيها سالب الف قص ثلاثة على الف بألف تربية اسمت اضرب سالب في سالب بموجب تسعة في تلاتة في سبعة وعشرين الف تربية في ألف بألف قص ثلاثة اغير الاشارة واطرح طبعا راحت ده موجب مع سالب اتبقى سالب تسعة علف سالب تسعة علف على سالب تلاتة الف. طبعا سالب على سالب موجب. تسعة تلاتة فيها التلاتة. الف على الف. راحت. اسمت اضرب تلاتة في سالب تلاتة. سالب تسعة. الف. غير الاشارة. في الطرح بغير الاشارة. دي راحت مع دي. سفر. سفر انتحت. فبقيت الاجابة تسعة. سالب تسعة الف تربيع زائد تلاتة. اللي هي الاختيار رقم دال. وده الاجابة الصحيح. رسم محاور تماثل المسلس. ارسم المسلس قلب به جيم المتساول اضلاع. الذي يطول ضلع عشرة سنت. ثم ارسم محاور تماثل المسلس قلب به جيم المتساول الاضلاع. الذي يطول ضلع عشرة سنت. ثم ارسم محاور تماثل المسلس. هنرسم المسلس الاول. وبعد كده نبدأ نفكر في المحاور. المسلس المتساول اضلاع. طول ضلع عشرة. حط نقطة عند السفر. ونقطة عند العشرة. رسمنا الدلع الف بيه. طوله عشرة سنتي. وبعدين افتح البرجل عشرة سنتي. واركز في بيه. ارسم قوس. لو ارسم قوس يبقى بي شايع. واركز في الف. بنفس الفتحة لانه متساول اضلاع وارسم قوس. اطعوا بعض في نقطة اسمها نقطة جيم. بوصل. الجيم بيه. و اوصل. الف. بيه. وكده يبقى رسمنا المسلس. ايجي بعد كده نرسم المحاور. هرسم محاور الف بيه. الاول. عشان ارسم محاور بفتح فتحة اكتر من نص. طبعا دي كده عشرة. بقى افتح فتحة اكتر من نص شوية. يعني مثلا كده. يعني طبعا مش مش مشكلة ان انا اسها هي اكتر من نص وخلص. يعني ان انا فتحة تمانية ممكن سابعة عادي جدا. ماشي? المهم ان هي اكتر من النص. واعمل قوس في جهتين مختلفتين. يعني قوس في الجهة لشمال. كده. وقوس في الجهة اليمين. عمل نقطة. وطبعا هنا نفس الكس. يبقى انا عملت قوسين في جهتين مختلفتين. دي جهة ودي جهة. تمام? يبقى ادي قوسين دول في جهة وقوسين دول في جهة. النقطة تين دول. نقطة التقاطع. آآ النحية اللي جهة المثلس. والنقطة التقاطع التانية. بوصلهم ببعض. يبقى ادي اول محوار تماثل. وبوصل الاتنين. ببعض. طيب. انا كده وصلت. هتأكد ان هو محوار تماثل. محوار تماثل ده بينصف الضلع. طب ما هو? نشوف الايه? ان اه خمسة بالزبط. اهو. يبقى كده كلمة محوار تماثل يعني. بينصف الضلع اللي هو محوار تماثل بتاعه. تمام? يجي بعد كده عندي بحجيم. بحجيم بفتحة اكتر من نصف نفس القصة. اكتر من نصف. واعمل قوسين في جهتين مختلفتين. طبعا انا ممكن اقصر اطول براحتيان. انا عملتهم كده ايه? اكتر من نصف. واعمل قوسين في جهتين مختلفتين. ادي قوس. القوس الثاني. وبرضو في النحية الثانية. كده اطعوا بعض. نوع تتقاطع. بحديدها. وهنا بحديدها. تمام? بوصل النقطين بعض. يبقى التوصيل اوضح شوية. ده كده المحوار التاني. طبعا لو انا عايز اتأكد بشوف الماس او خمسة بالزبط هي نصها. خمسة تمام. يبقى كده ادي محوار تماثل ادي التاني. هرسم المحوار التالت برضو. فتح اكبر من نص. اكبر من نص. اه واعمل ايه? قوس في اتجاه مختلفتين. ادي قوس في اتجاه. وهدي قوس التاني في اتجاه. واقف عن النحية التانية. النقطة التانية من الكطع المستقيمة. واعمل قوس. واعمل قوس تاني في الانتجاه التانية. دي اطاقوا بعض. نقطة التقاطع. حددها. وبعدين اوصل النقطين ببعض. طبعا عشان تتأكد ان محوار التماسل ده مزبوط. هاولا قلت اعمل ايه? التلاتة اطاع بعض في نقطة واحدة داخل المثلس. يعني نقطة تقاطع المهاور. المثلس الحد ده حد الزوايا. تقع داخل المثلس. يبقى تاني اوه. رسمنا محوار تماثل للقطع عالف به. واقفنا. يبقى المثلس. اترسمت تلاتة محاور. ببندقة البساطة. تلخيص سريع كده. ادي القطع المستقيمة. الضلال اولاني. فتحت فتحة اكبر من نص. وعملت قوس في اتجاه مختلفين. وقفت في النحية التانية وعملت قوس اعطى على القوسين التانيين. ووصلت. نفس الموضوع عند الف جيم. فتحة اكبر من نص. وعملت قوسين في اتجاه مختلفين. وقفت عند جيم وعملت القوس التاني. القوس التاني. ووصلت به جيم. فتحة اكبر من نص. وعملت قوس. وقوس في اتجاه مختلفاتين. وقفت عند جيم وعملت القوس التاني. قوس التاني. اعطعوا بعض وصلت المحاور التلاتة تقاطعوا في نقطة واحدة. وكده يبقى انتهى رسم محاول التماثل المسلس. شكرا. رسم محاور تماثل المسلس. ارسم المسلس قلب به جيم المتساول اضلاع الذي طول دلعه عشرة سنتي. ثم ارسم محاور تماثل المسلس. هنرسم المسلس الاول. وبعد كده نبدأ نفكر في المحاور. المسلس المتساول اضلاع طول دلعه عشرة. خط نقطة عند السفر. ونقطة عند العشرة. برسمنا الدلع الف بيه. طوله عشرة سنتي. وبعدين افتح البرجل عشرة سنتي. واركز في بيه. ارسم قوس. لو انقص يبقى بي شاية. واركز في الف. بنفس الفتحة لانه متساول اضلاع وارسم قوس. اطعوا بعض في نقطة اسمها نقطة جيم. بوصل الجيم بيه. واوصل الف بيه. وكده يبقى يرسمنا المسلس. يجي بعد كده نرسم المحاور. هرسم محور. الف بيه الاول. عشان هرسم محور بفتح فتحه اكتر من نص. طبعا دي كده عشرة. بقى افتح فتحه اكتر من نص شوية. يعني مثلا كده. يعني طبعا مش مشكلة انا ايسها هي اكتر من نص وخلاص. يعني انا فتحه ثمانية ممكن سابعة عادي جدا. ماشي. المهم ان هي اكتر من النص. واعمل قوس في جهتين مختلفتين. يعني قوس في الجهة لشمال كده. وقوس في الجهة اليمين. اعمل نقطة. وطبعا هنا نفس القص. يبقى انا عملت قوسين في جهتين مختلفتين. دي جهة ودي جهة. تمام? يبقى ادي قوسين دول في جهة وقوسين دول في جهة. النقطة تين دول. نقطة التقاطع. اه النحية اللي جهو المثلس. والنقطة التقاطع التانية. باوصلهم ببعض. يبقى ادي اول محور تماثل. باوصل الاثنين. ببعض. طيب. انا كده وصلت. هتأكد ان هو محور تماثل. محور تماثل ده بينصف الضلع. طب ما هو? نشوف الايه? اه خمسة بالزبط. اهو. يبقى كده كلمة محور تماثل يعني بينصف الضلع اللي هو محور تماثل بتاعه. تمام. يجي بعد كده عندي بيهجيم. بيهجيم بفتحة اكتر من نصف نفس القصة. اكتر من نصف. واعمل قوسين في جهتين مختلفتين. طبعا انا ممكن اقصر اطول براحتي. انا عملتهم كده ايه? اكتر من نصف. واعمل قوسين في جهتين مختلفتين. ادي قوس. والقوس التاني. وبرضو في النحية التانية. كده اطعوا بعض. نوع تتقطع. بيحددها. وهنا بيحددها. تمام? بيوصل النصفين وبعض. يبقى التوصيل اوضح شوية. ده كده المحور التاني. طبعا لو انا عايز اتاكد بشوف الماسة وخمسة بالزبط هي نصها. خمسة تمام. يبقى كده ادي محور تماثل ادي التاني. هرسم المحور التالت. برضو. فتحة اكبر من نص. اكبر من نص. اه واعمل ايه كوس في اتجاه مختلفتين. ادي قوس في اتجاه. وهدي القوس التاني في اتجاه. وقف عن النحية التانية من النقطة التانية من القطع المستقيمة. واعمل قوس. واعمل قوس تاني في الاتجاه التاني. دي اطاعوا بعض. نقطة التقاطع. احددها. وبعدين اوصل. النقطتين ببعض. طبعا عشان تتاكد ان محور التماسل ده مزبوط. هقول لك لك تعمل ايه? التلاتة اقطعوا بعض في نقطة واحدة داخل المثلس. يعني نقطة تقاطع المهاور. المثلس الحد. ده حد الزوايا. تقع داخل المثلس. يبقى تاني اوه. رسمنا محور تماثل للكطع الف بيه. واقفنا. يبقى المثلس. اترسمت تلات محاور. ببندقة البساطة. تلخيص سريع كده. ادي القطع المستقيمة. الدلال اولاني. فتحت فتحة اكبر من نص. وعملت قوس. في التجاهين مختلفين. وقفت في النحية الثانية. عملت قوس. اقطع قوسين التانيين. ووصلت. نفس الموضوع عند الفجيم. فتحة اكبر من نص. وعملت قوسين في التجاهين مختلفين. بعدين وقفت عند جيم وعملت القوس التاني قوس التاني ووصلت بهجيم فتحة اكبر من نص عملت قوس وقوس في اتجاه مختلفتين وقفت عند جيم وعملت القوس التاني قوس التاني اعطع بعض ووصلت المحاور التلاتة تقاطع في نقطة واحدة وكده يبقى انتهى رسم محاور التماثل المثلث وشكرا. المعلوم مرة بنقطة تنتمي الى المستقيم. طبعا انا اول حاجة هرسمها المستقيم. المستقيم المعلوم ده هيبقى عندي وهيطلبه منك. لما ايتي ايجي ادي لك المسألة هيقول لك ارسم مستقيم الف ب. يبقى ده من ضمن اسئلة اللي هي اللي هتيجي في الامتحان يطلبها منك يقول لك ارسم المستقيم الف ب. ومن نقطة جيم. النقطة جيم تنتمي للمستقيم. ارسم عمود عليه. يبقى هو المطلوب عندك ان انت ترسم عمود من النقطة جيم اللي بتنتمي للمستقيم. الخطوات بتاعتنا ازاي? اول حاجة. بركز في سن البرجل. وبفتحة مناسبة. المناسبة دي يعني ما تتعداش بالمستقيم نفسه. فالقلمة فتحة مناسبة يعني لا تتعدى طول المستقيم اللي انت على اسمه. فاعمل قوس نحية اليمين. على يمين النقطة. وقوس على شمال النقطة. دي بالفتحة المناسبة اللي احنا عملناها. بعد كده. احدد النقطتين اللي اعطعوا بيهم القوسين. القوس الاولاني اعطى على المستقيم في نقطة دال. القوس التاني اعطى على المستقيم في نقطة ه. وبفتحة اكبر من نص المسافة دي. لنص القطعة المستقيمة دال ه. بفتح. فتحة اكبر من نصها. طب هي كام اصلا. تسعة. يعني انا اعدي الاربعة ونص. نصها اربعة ونص. يبقى فتحة اكبر من النص. يعني عملتها خمسة مش مشكلة ستة مش مشكلة. فتحة اكبر من نص القطعة المستقيم. تمام. وبعد كده. بركز فيها. واعمل قوس. قوس كبير شوية. عشان القوس التاني انا معرفش هيروح فين. وبركز فيها. وبنفس الفتحة. اللي هي اكبر من نص القطعة المستقيمة. واعمل قوس. قوس ده صغير لان خلاص اقطع القوس التاني. والنقطة اللي قطعوا بعض فيها. قوسين دول. بسميها مسلا واو. وبرسم عمود. اوصل نقطة التقاطع القوسين دول بنقطة جيم. ويبقى ده العمود على المستقيم. معلوم. برضو عايز اتاكد. اجيب المنقلة. وبتاكد. ان العمود بداي ده. اا تسعين درجة. فعلا انا او. تسعين درجة. ومركز المنقلة على نقطة جيم. السفرين على الخط. المنقلة مزبوطة. فده تسعين درجة. وبكده يبقى العمود على المستقيم معلوم. اه تم. انشاء عمود على مستقيم معلوم. مارا بنقطة لا تنتمي للمستقيم. بقول حاجة هيبقى عندك المستقيم. هيطلب منك يقول لك ارسل مستقيم معلوم. هرسم المستقيم الاول. ده المستقيم المعلوم. اصميه الف ب. ودي نقطة جيم. اللي هو مطلوب ان انا اعمل مستقيم يمر بالنقطة دي. طبعا عشان انا اعمل مستقيم عمودي. مستقيم عمودي على المستقيم ده. بيمر من نقطة جيم يعدي كده يعمل زاوية قائمة كده عمودي. لازم اعمل خطوات اللي انا حاولها لكو دلوقتي. اول حاجة. بركز في نقطة جيم. وبفتحة مناسبة. فتحة مناسبة. يعني معنا كلمة مناسبة يعني تعدي على المستقيمين تقطعه في نقطة طين. فانا هتجرب كده قبل ما ارسم. لا دي بنتطعوش في نقطة طين. بحقفل كده شوية. حقفل كده سينة. عرفتم مناسبة يعني ايه? يعني تقطع المستقيم في نقطة طين. ابقى حاسم كده قوس. قطع المستقيم في نقطة طين. وتقع عليها شوية عشان تظهر. تبقى ظهرة. رسمت القوس. دي كده الفتحة المناسبة عشان بتقطع المستقيم. واحدد النقطتين اللي قطعوا. القوس قطع في المستقيم. واسميهم دي هاه ودي دال. بعد كده. نركز في نقطة الدال او نقطة هاه في نقطتين. نركز في نقطة. وبفتحة اكبر من نص القطعة المستقيمة. يعني دي تلاتة. يبقى اكبر من تلاتة ونص. دي سبعة طولة سبعة. يبقى اكبر من تلاتة ونص. يعني دي كده تمام. وارسم قوس في الاتجاه الاخر. يعني ايه الاتجاه الاخر? يعني دي في اتجاه? يبقى دي في الاتجاه الاخر. القوس يبقى في الاتجاه التاني من جيم. يبقى جيم هي فوق يبقى تحت القوس. طيب. واركز في نقطة دال واعمل نفس القوس بنفس الفتحة. اعمل قوس تاني بنفس الفتحة. وبعد كده النقطة اللي قاطعوا بعض فيها. بوصلها بنقطة جيم. كده يبقى جيم واو ده كده عمودي على المستقيمة لبها. جيم واو عمودي على المستقيمة لبها. عايز اتأكد. او مجابل منقلة. اتأكد ازاي? اجيب منقلة. واتأكد ان جيم واو ده عمودي على مستقيمة لبها. فعلا هو تسعين درجة اهو. والمنقلة مظبوطة على الخط المستقيم. ابقى كده تمام ده عمودي. السؤال بقى يجيلي ازاي في الامتحان? يقول لي ارسم المستقيم لبها. ثم انت رسم مستقيم عادي زي اللي رسامت وده كده. بدون طول طبعا. ثم باستخدام الادوات الهندسية. نعمل ايه? استخدام الادوات الهندسية. ارسم عمود. علي. من نقطة جيم. لا تنتمي للمستقيمة ربها. يبقى ده هيبقى السؤال او ما يجيلك ارسم المستقيمة ربها. ثم باستخدام الادوات الهندسية. ارسم عمود عليه. من نقطة جيم اللي ما تنتميش لقلبها. يبقى ايه يقصد دي. جيم لا تنتمي للمستقيمة ربها. تعمل نفس الخطوات اللي انت شفتها دلوقتي. ميت مليون مختلفين على التشكيل. ما يهمشاني ولا سامي. احنا مش بتوعا. تنصيف قطع مستقيمة معلومة. او بيجيلك بطريقة تانية ولك انشاء محور تماثل القطع المستقيمة. مثال. مثال العجيلي في الانتحان يقول لي ارسم قطع المستقيمة ربها طولها. هنا حدد لي طول. ستة سنتي. بالرسمة اللي فاتت بحدد ليش اطوال لان ده كان مستقيم. وبنعمل عمود عليه. فكانش مهمة الطول. انما هنا مهمة طول القطع المستقيمة هي تقال في المسألة. فالمسألة بتقول لك ارسم الف به قطع مستقيمة الف به طولها ستة سنتي. ثم ارسم محور تماثل لها. طبعا كلمة محور تماسل لها. يعني. قطع مستقيمة تنصف القطع المستقيمة دي. وتبقى عمودي عليها. تعال نشوف. هنرسم ازاي. اول حاجة هنرسم القطع المستقيمة. القطع المستقيمة. القطع المستقيمة الف به طولها ستة سنتي. ابسمناها ستة سنتي. واكتب البيانات بتاعتها. قربة ستة سنتي. نجيب البرجل. ونركز في نقطة به. وبفتحة اكبر من نصف طول القطع المستقيمة يا لبها. يعني فتحة اكبر من تلاتة سنتي. طبعا انا عملت خمسة سنتي براحتي او ستة اه لا مش ستة طبعا. خمسة او اربعة عادي. ادي الفتحة اللي اكبر من النص. واعمل قوس في جهتين مختلفين. يعني جهتين مختلفين? يعني قوس في النحية دي. وقوس في النحية التالية. دي اسمها جهتين مختلفتين من القطع المستقيمة. ادي يالب بها. الجهة فوق وجهة تحت. بعمل قوس كده من فوق. وبنفس الفتحة اروح رايح للاتجاه التاني واعمل قوس. ده كده معنى كلمة قوس في اتجاهين مختلفين. وبنفس الفتحة اركز في نقطة الف وارسم قوس في اتجاه مختلف. قوس كمان في الاتجاه التاني. كده القوسين اقطعوا بعض في اتجاهين مختلفين. بالمسترة. واوصل النقطتين في الاول احددهم. احدد نقطة التقاطع عند القوسين. دي نقطة الدال. ونقطة التقاطع في الاتجاه التاني هاه. واوصل دال بها. توصيل ده كده يبقى عملنا في حوار التماثل. ده اسمه دال هاه ده. دال هاه. قطعة المستقيمة. عمودي على القطعة المستقيمة للبها. ودال هاه يسمى محور تماثل. يسمى محور تماثل. لانه عمودي على للبها وينصفها. طبعا نشوف ينصفها ولا لا. هي طولها ستة سنتي. فعلا نصفها. يعني تلاتة سنتي بالزبط ايه? وعمودي. اه عمودي. شوف هو عمودي ولا. اه سين درجة فعلا اه. يبقى فعلا ده عمودي وينصف. وبكده يبقى اترسم محور التماثل الخاص بقالبها. انشاء زاوية مطابقة للزاوية معلومة. هيبقى عندي طبعا هيقولك في المثال ارسم زاوية قلب بهجيم خمسين درجة. الف بي جيم بتساوي خمسين درجة. ثم ارسم زاوية جيم مطابقة لها. بدون استخدام المنقلة. هرسم الاول الزاوية المعلومة اللي عندي. هرسم شعع. الف بي. الف بي. اعيس بالمنقلة خمسين درجة. بيركز بالمنقلة. واعيس خمسين درجة. هذه نقطة الخمسين. واوصل. بي شعع بي جيم. وبكده يبقى الزاوية خمسين درجة. دي الزاوية المعلومة اللي عندي. والمفروض ان انا ارسم زاوية دي. زاوية مطابقة لها. بالخطوات اللي انا هشرحها دلوقتي. اول حاجة. الزاوية جيم. هنخليها مثلا زاوية سين صادعين. بلاش جيم. سين صادعين. هبدأ. ارسم شعع سين صاد. بجاهز الضلع بتاع الزاوية الجديدة. اللي هي هتطابق الزاوية المعلومة دي. بسميها سين صاد. ومركز الزاوية المعلومة اللي عندي. بركز في نقطة ب. وبفتحة مناسبة. برسم قوس. يقطع الضلع البيه. والضلع بهجيم. ده اول قطوة. وبنفس نقطة قطع القوس مع الضلع البيه. مسلا في ديال. واللي يكون النقطة التانية هي. وبنفس الفتح. نفس الفتحة بتاعة القوس ده اللي عملناه في الزاوية المعلومة. هاقف عندي نقطة صاد. رأس الزاوية الجديدة. واعمل نفس القوس. اهو. عملنا قوس تاني بنفس الفتحة اللي عملناها المرة اللي فانت في الزاوية دي. تمام? واروح. رايح عندي دال. وافتح فتحة ادي دال هي. انا واخد الفتحة دي. واركز في نقطة. مثلا واو. اركز في نقطة واو. وعمل قوس يقطع القوس الاول. النقطة دي. نسميها. اه اه اين. ووصل صاد عين. اعتباه هي دي الزاوية. المطابقة للزاوية الف بيهجيم. وهنا نسهل وانت نشوف. مفروض ان دي خمسين درجة زيها. تعال نشوف خمسين درجة نجيب المنقلة. خمسين درجة ايه? عشرة عشرين تلاتين اربعين خمسين. فعلا خمسين درجة يعني الزاوية دي مطابقة للزاوية دي. بالخطوات اللي احنا شوفناها. نقولها تاني. رسمت الزاوية المعلومة. خمسين درجة بالمنقلة العادي. وفتحت البرجل. فتحة مناسبة. يعني مناسبة انا تقطع للخط الاولاني والخط التاني. الضلع هلب بيه والضلع بيهجيم. ورسمت قوس. ونفس القوس رسمته عند الضلع الصادسي. وجيت. فتحت فتح. عندي ده لها. قد ده لها بالزبط. وقفت عند نقطة وها وعملت قوس. اعطى قوس الاولاني. وصلت نقطة التقاطع بصاد. باية الزاوية سين صاد عين. خمسين درجة. زاوية مطابقة. الزاوية الذي قياسها خمسة وخمسة بالرأس. زاوية قياسها نقط. طبعا هي نفس الدرجة خمسة وخمسين درجة. اذا كان المسلس. الف بيهجيم. يطابق. المسلس. ده لها هميم. فانا. الف بيه. كطير مستقيم الف بيه. تطابق. نقطة. طبعا انا عايز اعرف. قلب به. اول حرفين هاخد اول حرفين. يبقى دالها. لو قلب به وجيم. هاخد ايميم. ازا كانت زاوية سين تتمم زاوية صاد. كلمة تتمم معناها ان الزاوية سين وصاد مجموحهم تسعين درجة. بحفظ انا كلمة تتمم اول ما اسمع كلمة تتمم اعرف ان هما الاتنين تسعين درجة. طب قال لي شرط داني. قال لي قياس زاوية سين بتساوي صاد. يعني في الاول هنا بدأت افكر اقول ايه? تلاتين يبقى دي ستين. تابع اربعين شودي خمسين. بس هنا قال لي لا ده هما الاتنين اقد بعض. يبقى خمسة واربعين وخمسة واربعين. يبقى قياس زاوية سين على طول اقول له خمسة واربعين درجة. السؤال بيقول المستقيم العموديان على مستقيم سالس. في نفس المستوى. يعني مستقيم عموديان على سالس. ادي ده مستقيم. بقى خط مستقيم. وييجي عليه كده واحد عمودي عليه. ده كده عمودي على مستقيم. هو تسين درجة. يجي مستقيم زيه عمودي على نفس المستقيم هو هو. يبقى ده كده? اتنين. مستقيمان عموديان على سالس. هيبقوا اكيد ايه? هم بينين زي الشكل كده متوازيان. ناخد المسال الرسمة اللي قدامنا. في الشكل المقابل. بيساوي بهجيم. و الف دال بيساوي جيم دال. الف تدي الف. ده الف دال. الف هي ايه? الف بيساوي بهجيم. يبقى ده بيساوي ده. و الف دال الف دال او. وجيم دال. يبقى العلامات بينها. ده بيساوي ده. ودعا بيساوي ده. خيال زاوية جيم دال به ساوي خمسة وثلاثين درجة. يبقى الف به بيساوي به جيم. والف دال بيساوي دال جيم. وزاوية دال خمسة وثلاثين. بيسألني سؤال هل المثلث الف به دال? الف به دال. جزء اللي من فوق ده المثلث اللي من فوق. يطابق المثلث دال به جيم. ولماذا? طبعا انا اقول له هيطابق ولا مش هيطابق. انا عندي اربع حالات للتطابق. هل هنا انهي حالة انطبق? اه ده فيه دلع يساوي دلع ودلع بساوي دلع. وفي دال به مشترك. ايوة بدي الحالة تاعة الاضلاع السلاسة. يبقى شكل المثلث اللي من فوق ده الف دال به بيطابق دال به جيم عشان شرط الاضلاع السلاسة موجود. هنا ادلع الاول يعني ساوي ادلع الاصادو. المناظر ليه. الف به يساوي به جيم المناظر ليه. الف دال يساوي دال جيم المناظر ليه. ودال به مشترك. وينتج عنه ان زاوية الف دال به تساوي زاوية به دال جيم. يبقى انا عشان اجيبكو زاوية الف دال جيم من التطابق ان الف دال به يطابق دال به جيم يبقى كل الاضلاع تساوي الاضلاع في المثلث التاني. وكل الزوايا في المثلث الاول تساوي الزوايا في المثلث التاني. يعني لو انا عايز اجيب زاوية الف حكيت حتساوي جيم. طب وزاوية الف به دال حتساوي زاوية دال به جيم الجزء ده. طب وزاوية به دال جيم الجزء ده كده. هيساوي الف دال به اللي هو الجزء ده. طب هو عايز الف دال جيم. اه. الف دال جيم. طبعا الف دال به خمسة وتلاتين. زي دي. طب يبقى الف دال جيم كلها كام? اجمع الاتنين دول مع بعض. يبقى بيساوي سبعين درجة. في الشكل المقابل. الشعاع الف دال يوازي جيم به. الف دال اهو. بيوازي جيم به. ومعمول عليه علامة التوازي ايه الساهمة اهو. الشعاع الف دال ينصف زاوية به الف ه. الف دال ينصف زاوية به الف ه. والعلامة محطوطة ايه. معنى كلمة ان في علامة شباه بعض ان دول يساوي وبعضيهم. معنى كده ان الالف دال ايه? وينصف. طيب قياس زاوية به خمسة وستين. قوجة كل من زاوية به الف دال وزاوية جيم. تعال نشوف به الف دال دي فين? به الف دال. واحدة من اللي هما بينصفهم اه الشعاع الف دال. يعني واحدة فيهم ايه? الجوز ده كده. هو عايز به الف دال. طيب تعال نستفاد من التوازي. ايوة ممكن نستفاد طبعا. الف دال يوازي به جيم. شايف عرامة الزد? واضحة زي الشمس اه. عرامة الزد اهيه? ده التبادل. طب دي خمسة وستين. تبقى دي خمسة وستين بالتبادل لان الف دال يوازي به جيم. اه دي هكرر تاني اه دي التوازي ههم. يبقى الزد المقلوبة دي. تبادل. يبقى دي خمسة وستين درجة. يبقى اهن له قياس. زاوية به الف دال. بتسوي خمسة وستين درجة. بالتبادل. طيب عرفنا بها الف دال? اكيد التانية. عشان الف دال بينصف زاوية به الف اه? يبقى دي كمان خمسة وستين درجة. طب هو عايز مين تاني? عايز زاوية جيم. طب زاوية جيم دي اجيبها ازاي? هقولك نجيبها ازاي؟ نخش جوه المسلس. طب هو انا ينفع اقيب دي? اه ينفع. خمسة وستين وخمسة وستين. مية وتلاتين. طب ما كل دي كده مية وتمنين درجة. تبقى مية وتلاتين. فقط الكم على المية وتمانين خمسين درجة. يبقى دي خمسين ودي خمسة وستين. مجموعة زوايا المسلس. مية وتمانين درجة. اجمع ستين وخمسين مية وعشرة مية وخمستاشر مية وخمستاشر تبقى جيم بقت خمسة وستين عشان مية وخمستاشر عشرين مية وثمانين يبقى قياس زاوية جيم بتساوي مية وثمانين قياس زاوية جيم بتساوي مية وثمانين ناقص مية وخمستاشر بتساوي خمسة وستين درجة يبقى جبنا زاوية جيم عن طريق زوايا المسلس مجموعة زوايا المسلس الداخلة بساوة 180 درجة أكمل يتطابق المسلسان إذا تطابقت زاويتان هذا القاعدة بتاعتنا زاويتان وضلع في أحد المسلسين مع نظائرهما أو نظائرها في المسلس الآخر السؤال الثاني إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فإن كل زاويتان متناظرتين متساويتين في القياس طبعا نعرفين التناظر التساوي في القياس سؤال رقم جيم سؤال رقم جيم يقول المربع محيطه 40 سنتي فإن مساحته نقط طبعا عندي المحيط لازم أجيب طول الضلع طول الضلع بيساوي المحيط على 4 40 على 4 بيساوي 10 سنتي كده أجيبت طول الضلع من المحيط أجيب المساحة ساحة المربع سأطول الضلع في نفسه يعني 10 في 10 700 سنتيمتر مربع سؤال سهل جدا واخدناه في السنين السابقين السؤال بيقول الزاوية التي قياسها 40 درجة تتمم زاوية قياسها تتمم يعني بتخليها 90 طب اللي الاربعين هتخلي مين تسعين هتخلي الخمسين يبقى خمسين درجة يبقى 40 وخمسين تسعين زاويتان متتمتان السؤال اللي جايب يقول نوع الزاوية 179 درجة واحد وستين دقيقة نقط إطارة حادة ولا منفارجة ولا منعكسة ولا مستقيمة طب 179 لغاية كده لو ما فيش دي كان 179 دي هتبقى منفارجة لان لسه ماكملتش 180 طب 61 دقيقة ناخد 60 دقيقة منها نخطها على 179 بقت بداردة بقت 180 طب 180 يا مستر مستقيمة بس دي زايدة دقيقة واحدة يبقى 180 زايدة عنها دقيقة تبقى منعكسة يبقى هو اتلاقي معلقة في السؤال وجاب لي 61 دقيقة فهو ده اللي عمل المشكلة كلها إن الزاوية بقت 180 دقيقة بقت منعكسة السؤال اللي جايب يقول إذا كان المسلس ألف بهجين بيطابق المسلس ده الههواو وكان قياس زاوية ألف زايد به بسبعين درجة فين ألف زايد به هذه زاوية ألف زايد به سبعين درجة كده يبقى فاضل جيم يعني أنا ممكن أجيب جيم بالاستنتاج مجموعة زاوية المسلس 180 دول 70 يبقى دي 110 يبقى أنا كده جبت جيم لو احتاجته تعالنا نشوف فإن قياس زاوية واو هو دلوقتي مش ألف به ألف و به بيستوى ده لزايد هه ألف زايد به بسبعين يبقى أكيد دال زايد هه بسبعين برضو يبقى جيم بكم لسه جابينها جيم ب110 تبقى واو أكيد ب110 يبقى واو زاوية واو ب110 درجة سهلة ومش محتاجة تفكير السؤال اللي جاي بيقول إذا كان المستقيم لام تقاطع مستقيم ميم بسو فاي ويجمعهما مستوى واحد فإذن المستقيم لام والمستقيم ميم نقط كثيرا متعمدان ولا متوازيان ولا منطبقان ولا متخالفان طبعا اللي أعلومة بينا إن المستقيم لم تقاطع ميم بسو فاي طالما تقاطعهم بفاي يبقى متوازيان المثال بيقول شكل المقابل إذا كانت قطع المستقيمة ألب ب تقاطع القطع المستقيم يجم دال بسو ميم أدي ألب ب وأدي جم دال بيتقاطع في نقطة ميم وألف ميم يسوي جم ميم ألف ميم يسوي جم ميم ومعامول عليهم علامات التساوي دال ميم يسوي به ميم دال ميم يسوي به ميم قياس زاوية ألف 35 درجة قياس زاوية دال 60 درجة أوجد قياس زاوية جم طبعا واضح أن المثلث ده بينطبق على المثلث التاني ألف ميم دال ينطبق على جم ميم به ليه بقى؟ لأن ضلع بيسوي ضلع وضلع بيسوي ضلع والزاوية اللي هي زاوية ألف ميم دال بتساوي زاوية جم ميم به بالتقابل بالرأس فمعنى كده أن هم متسويان يبقى أنا عندي ضلعين وزاوية من غير معرفها حتى أن هي دساوي كام؟ لكن متسويان بالتقابل بالرأس يبقى إذن ألف ميم دال يتطابق مع جم ميم به وينتج عنه أن زاوية جيم تساوي زاوية ألف يبقى قياس زاوية جيم بتساوي 35 درجة طب هو طلب مني شروط تطابق المثلثين ألف ميم دال وجيم ميم به أقول له المثلث ألف ميم دال يطابق المثلث جيم ميم به هذه شروط عندي ألف ميم هذه أول دلع بيطابق ميم جيم طب وعندي ميم دال بيطابق ميم به وعندي زاوية ألف ميم دال تساوي أو تطابق زاوية جيم ميم به دا شروط التطابق عندي شرطين ضلعين وزاوية ضلعين وزاوية محصورة بينهم دا شروط تطابق مثال بيقول إذا كانت زاوية ألف تكمل زاوية ب وكان قياس زاوية ألف بيساوي اثنين قياس زاوية ب يعني ألف ضعف ب فإن زاوية ب بتساوي طبعا ألف ضعف ب يبقى بألف بمئة وعشرين درجة وبه بستين درجة أكمل ألف يتطابق المسلسان القائمة الزاوية إذا تطابق طبعا إحنا عارفين القاعدة إذا تطابق وطر وأحد دلعي القائمة وطر وأحد دلعي القائمة في أحد المسلسان مع نظيرهما في المسلسة الآخر في أحد المسلسان مع نظيرهما في المسلسة الآخر وحتكمل بقية القاعدة المستقيمات العموديان على ثالث في نفس المستوى يكونان طالما عموديان على واحد ثالث يبقى متوازيان يبقى متوازيان إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فإن كل زاويتين متناظرتين على طول متساويتين في القياس متناظرتين متساويتين في القياس ولو قال لي فإن كل زويتين متبادلتين أقوله برضو متساويتين في القياس إنما لو قال كل زويتين الداخلتين أقوله داخلتين وفي جهة واحدة من القاطع فإنهما متكاملتين يبقى الوحيدة اللي هي ما يتقلهاش متساويتين في القياس هي الزويتين الداخلتين لكن متناظلتين أقوله متساويتين في القياس متبادلتين متساويتين في القياس إذا كان المضلع طابق المضلع سين سادعين لام فين بهجيم تاني حرف وثلاث حرف بأكيد سا Vieساوي هناك ثاني حرف وثلاث حرف سادعين زي ما قلنا أول كده أول وثاني divided by اساوي أول وثاني الب ساوي سين ساد بهجيم يساوي سادعين دى کیم دال يساوي عين لام ألف دال بساوي سين لام سؤال لبعده إذا كانت الزويتان المتجاورتان متتامتين فإن دلعي هما المتطرفين متعامدان يبقى لما يبقى متتامتان يبقى الضلان المتطرفين متعامدان طب لما يبقى متكاملتين يبقى الضلان المتطرفين على استقامة واحدة ترجمة نانسي قنقر